أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشهد العلاقات البحرينية المغربية من تقدم وتطور متواصل على جميع الأصعدة منوها سموهم بمسار العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة البغربية الشقيقة والتي تسهم دائما في فتح مجالات أرحب للعمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله بقصر رفاع اليوم سعادة السيد مصطفى بن خي سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة حيث رحب سموه بالسفير المغربي الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهمة مشيرا إلى همية استمرار البناء على ما تحقق لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين وخلال اللقاء تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جنبه عرب سعادة السيد مصطفى بن خي سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات ودعم التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المغربية ترجمة نانسي قنقر